بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحاول رجال فرعون أن يسدوا ماء الفيضان ولكنهم لم يفلحوا وعلم موسى أن الفيضان هو غضب من الله على فرعون وقومه وقرر أن يذهب لهم ويخبرهم بالأمر أهلا بأنبياء الله بماذا جئتموني هذه المرة وطلب موسى من فرعون أن يترك العبيد كي يخرجهم موسى من مصر حتى ينتهي الفيضان وأن هذا غضب من الله عليهم غضب من الله أم فعل سحر من أفعالك كنت أحسب أن الآلهة قد غضبت مني ولكن بعدما قلته الآن علمت أنه عمل سحر صادر منك مهما تأتنا به من آية يا موسى فلن نؤمن لك أتريد أن تقول إن إلهك فعل هذا من أجل مجموعة من العبيد الذين لا ثمن لهم إن حججك أيها الساحر واهية وتفتقد إلى المنطق وإذا خرجت أنت من مصر سيعود الرخاء لنا جميعا إنك شؤم علينا هيا اغربها عن وجوهنا هيا فرعون اسمع كلام موسى فهو يقول الحق إنه غضب من الله علينا أترك له العبيد ليخرج بهم من مصر وسيرفع الله الغضب عننا غضب إنه غضب ولكنه غضب من الطبيعة كم جاء على مصر من فيضان؟ وماذا بعد؟ لقد دمرت بياه الفيضان محاصيلنا وهدمت بيوتنا إن لها أسابيع عديدة ولم يتوقف النيل عن الفيض إن الحديث يثار في أروقة مصر بأن موسى هو من وراء كل ذلك حقا؟ ويقولون إنه أنزل سحره على ماء النيل فجعله يفيض علينا عندي حل وما هو؟ سأخبر موسى أنه لو أذهب عنا الفيضان لنؤمنن به ولنرسلن معه العبيد ولماذا نقول ذلك؟ حتى نعلم هل هو الذي وراء هذا الفيضان أم أنه فيضان من الطبيعة؟ موسى يا موسى يا أيها الساحر أدوا لنا ربك لإن نجان من هذا الطفان لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل وصدقهم موسى ودع الله أن يكشف عنهم العذاب فتقبل الله دعاء موسى ومنع الفيضان عنهم وعادت الأرض كما هي واستقامت وأنبتت الزرع موسى 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 يتركونا نرحل ها هو الطفان ذهب ونحن لم نذهب اذهب واطلب منهم أن يتركونا نخرج معك موسى 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 مرحبا بك وطلب منه موسى أن ينفذ ما وعاده به اصبر يا موسى حتى تتعافى البلاد قليلا أتريد أن تتركنا في هذه الظروف وتأخذ العبيد وأنت تعلم أنهم من يزرعون ويحصدون الأبنون انتظر قليلا انتظر لأجل خطرنا وصدق موسى الرجل وانتظر مدة وعادت البلاد إلى سابق عهدها قبل الفيضان وانصلح حال البلاد كما كان قبل الفيضان موسى موسى أين الوعد الذي وعدوك به يا موسى لقد طالت المدة وذهب موسى مرة أخرى إلى الرجل بعد أن فاتت أيام كثيرة بعد أول مقابلة معها انتظر يا موسى لما العجلة أسبوع واحد فقط وسنترك لك العبيد إن موسى يطلب منا أن ننفذ وعدانا الذي وعدناه به لقد صدق أنني سأترك له العبيد كيخرج بهم من مصر يا له من عبد غبي يظن أننا صدقنا أن الطفان كان غضباً من ربه وقد سرى هذا الحديث في أرجاء مصر وقد صدقه الكثير من المصريين لا تترك له العبيد فقد ذهب الفيضان ولن يعود لن أترك له العبيد وسأخبره بالحقيقة إن جاء إلي بالله عليك يا فرعون أترك العبيد لموسى أتقسمين علي بإله موسى؟ إنه إلهنا جميعاً أترك العبيد لموسى كي ننعم بالأمان أتركيني أنت وعبيدي واخذ موسى وابتعد عني إن لم تترك لموسى العبيد كما وعدته فسوف ينزل علينا غضب آخر من الله إن لم أكن أحبك لقتلتك على ما تقولينه لي من أمر موسى لأنني أحبك أنا الأخرى أفيقي من سحر موسى بل أفيق أنت من سحر الشيطان لن أترك لموسى العبيد وسوف ترين أنه لن يحدث شيء آخر وعندها ستدفعين ثمن إيمانك به شكراً للمشاهدة لنرى ماذا سيقول فرعون ورجاله لموسى وهارون هذه المرة وهل تصدق أننا صدقنا أنك الذي دعوت ربك فأذهب عن الطوفان لقد كان فيضاناً عادياً وما أكثر فيضانات مصر تأتي وتذهب من تلقاء نفسها هيا أيها الساحر عد إلى ربك فلن نرسل معك العبيد ولن نؤمن لك ماذا قال لك فرعون وملأه؟ هل سيتركوننا نذهب معكم؟ تحدث أخبرانا لماذا لا تتحدث هل نقض عهدهم معكما؟ هل سنظل في هذه العبودية إلى الأبد؟ لقد كذبوا عليك يا موسى أنت وهارون يا لكما من سذج وغضب موسى من فرعون وآله بعدما نكثوا عهدهم معه ودعا ربه أن يجازيهم بما عملوا فصلت الله عليهم الجراد ماذا تقول؟ ترجمة نانسي قنقر لقد هاجم الجراد علينا من السماء وهبط على الأراضي الزراعية وأكل الثمار اللعنة عليك يا موسى إن موسى أرسل الجراد علينا ابتعدي ابتعدي أيتها الحشرات اللعينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة